إذن صلت هجوم تنظيم داعش على سجن الويران في الحسك الشمال الشرقي سوريا الضوء مجددا على خريطة انتشار هذا التنظيم على طرفي الحدود السورية العراقية وعلى خلاياه النائمة ففي العراق ينشط التنظيم في محافظات الحدود مع سوريا مثل محافظة نينوى الأنبار صلاح الدين أيضا كذلك ديالة ويتخذ من الأماكن الجبلية الوعرة في تلك المحافظات نخبأا له للحلولة دون توسع نشاطه تقوم القوات الأمنية العراقية بتنفيذ عمليات أمنية استباقية لملاحقة خلايا داعش بعد أن قام التنظيم بإعادة ترتيب صفوفه في الآونة الأخيرة أما في الجارة سوريا يمارس تنظيم داعش هجماته انطلاقا من البادية السورية وينتشر على شكل خلايا أمنية في كل من أرياف دير الزور الرقة حوض نهر الفرات الشمالي وهي مناطق معزولة ذات تضاريس صعبة الأمر الذي يسهل حركة التنظيم فيها بحسب التقديرات الدولية فإن العدد الإجمالي لبقايا عناصر تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق تقدر بأكثر من عشرة آلاف عنصر مجهزين بكثير من الأسلحة والمعدات ووفقا الخبراء فإن حرية الحركة التي امتلكها داعش مؤخرا في العراق وسوريا تعود إلى مساحة الحدود الشاسعة التي تمتد بين البلدين لأكثر من 600 كيلو متر وترتبط بصحراء عميقة تمتد من الحسكة وريف حمص الشرقي في سوريا إلى الموصل والأنبار على الجانب العراقي يقول خبراء أمنيون أن تأمين العراق لحدوده لم يكن بالشكل المطلوب والمتعارف عليه دوليا إذ يعتمد على الأسلاك الشائكة ونصب الحواجز الأمنية التقليدية وهذا لم يعد يجد نفعا مع التطور الحاصل في النشاط الذي يعتمده التنظيم